موسيقى يثير كشف قطر عن مفاوضات لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية اس 400 علامات تعجب حول السياسات التسليحية التي باتت تنتهجها الدوحة ولا يملك أي متابع سمع بهذه المفاوضات إلا التساؤل عن مدى الحاجة لمثل هذا النظام الدفاعي المتطور الذي يتطلب تفعيله وجود نطاق جغرافي واسع لا يتحقق في الحالة القطرية تساؤل يضاف إلى تساؤلات تتعلق بصفقات سابقة بعشرات المليارات من الدولارات تشمل طائرات مقاتلة وسفن حربية ودبابات بشكل يفوق بكثير حجم القدرات البشرية القطرية المتوافرة لتشغيلها موسيقى صفقة تسليح جديدة في طريقها لقطر السفير القطري لدى روسيا كشف عن مفاوضات لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 إحدى أكثر نظم الدفاع الجوي تقدما على مستوى العالم ويفقا لما ذكره السفير فإن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة الصفقة القطرية الأحدث تثير كسابقاتها العديد من الأسئلة عن مدى حاجة دولة صغيرة المساحة لنظام دفاعي يعمل على لطاق جغرافي واسع جدا يتجاوز حتى المجال الجوي القطري منظومة الدفاع الجوي الروسية هي أحدث صفقة توقعها الدوحة خلال بضعة أشهر حيث سبقتها صفقات عدة ففي يونيو من العام الماضي وقعت الدوحة اتفاقا لشراء 36 مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 12 مليار دولار وفي أغسطس من نفس العام أبرمت صفقة مع إيطاليا لشراء سبع سفن حربية بقيمة نحو 6 مليارات دولار صفقة أخرى وقعتها الدوحة مع ألمانيا لشراء 62 دبابة من طراز اليوبارد 2 بقيمة ملياري يورو وأبرمت قطر اتفاقا مع بريطانيا لشراء 24 طائرة من طراز تايفون بقيمة 6 مليارات دولار وسبق ذلك اتفاق مماثل مع فرنسا لشراء 24 مقاتلة من طراز رفال بقيمة 7 مليارات دولار صفقات ضخمة ومتقدمة تطرح السؤال عن مدى حاجة قطر لهذه النوعية من الأسلحة والقدرة على استخدامها أيضا بالنسبة لجيش محدود عدديا ودولة صغيرة المساحة خبراء عسكريون يرون أنه لا قيمة استراتيجية كبيرة لهذه الأسلحة بالنسبة لقطر ووفقا لهؤلاء وغيرهم من المختصين فإن هدف هذه الصفقات هو محاولات قطرية لشراء المواقف بعد اتهامها بدعم الإرهاب معنا الآن من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشهري أستاذ أحمد مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه الصفقات التي وردت في التقرير التي أبرمتها قطر في الآوين الأخيرة والآن تتوج بهذه المفاوضات التي يبدو أنها في مراحل متقدمة حول الحصول على منظومة صواريخ S-400 من روسيا صواريخ S-400 أحد أكثر صواريخ متطورا في العالم السؤال هو ما حاجة دولة صغيرة مثل قطر لكل هذه الأسلحة النوعية بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أخي مهند وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام الحقيقة أنا كنت عملت الإحصائية بهذه الصفقات التي تجاوز عددها سبع صفقات منذ 5 يونيو ولكنكم كفيتوني بهذا العرض الموجز الواضح هي سبع صفقات خلال هذه الفترة القليلة هذه الصفقات سيد مهند الحقيقة هذه أولا تحتاج إلى دولة ذات مساحة كبيرة وتحتاج إلى جيش مليوني وأيضا تحتاج إلى قوات عسكرية فإذا تحدثنا عن قطر الشقيقة وهي مساحتها لا تزيد عن 11 ألف كيلو وسكانها لا يزيدون عن مليونين 14 فقط في المئة منهم قطريين والباقي كلهم أجانب القوات المسلحة القطرية كلها على بعضها بقواتها البرية والبحرية والجوية بالتحديد 11 ألف وثمانمية مقاتل البرية منها 8 ألف وخمسمية والجوية ألف وخمسمية والبرية والبحرية ألف وثمانمية إذن كيف ستستوعب هذه المعدات الضخمة الصبقة الإيطالية سبع سفن يعني لو جبنا القوات المسلحة القطرية كلها تعبي سفينة إذن من يشغل هذه السبع السفن لا يوجد عمق مائي وبحري مستراتيجي يتحمل هذه السفن لا يوجد عمق جوي يتحمل هذه الصفقات من الطائرات من التايفون من الرافال من الترنيدو الصواريخ يعني الثائر S400 هذه تحتاج إلى منظومة واحدة في مملكة العربية السعودية هي تغطي الوطن العربي كله اللي لم أقول دول الخليج بشكل عام إذن ما هو وجود هذا السلاح أيضا هل هناك تهديد على الشقيقة قطر من دول الجوار حتى تستخدم مثل هذه المنظومات المتطورة لا يوجد إذن ما نحن نقرأه كمحللين سياسيين أن هذه الصفقات تحمل بعدين مهمين جدا البعد الأول هو مثل ما تفضلتم أيضا هو شراء المواقف وأيضا محاولة إرضاء أو إسكات الاقتصاديين في العالم الغربي والشرقي لأنه بإرضاء الاقتصاديين تتغير المواقف السياسية لأن البعد الاقتصادي إذا حضر تتغير المواقف السياسية الآن أمريكا الرئيس اقتصادي فرنسا اقتصادي روسيا الآن هي دولة نامية وتبحث عن الاقتصاد بريطانيا نفس الشيء لذلك البعد الأول هو بعد اقتصادي بحث البعد الثاني هو أيضا بعد مقلق جدا ويجب على دول الخليج ويجب أيضا لا أقول الدول الغربية لأنها أيضا هناك الغاية تبرر الوسيلة يعني كنت أتمنى على هذه الدول الغربية عندما تفاوض على مثل هذه الأسلحة أن تسأل قطر تحاربين من ما هو الحاجة لمثل هذه الصفقات الكبيرة ولكنها لا تهمها بما أن هناك مردود مالي فلذلك اشترك كما شئت لكن يبقى على دول الخليج ويبقى أيضا على المجتمع العربي والإسلامي أن يلتفت لهذه العمل حتى لا تتحول قطر إلى مخزن ومستودأ لهذه الأسلحة الفتاكة ثم من سيديرها سيديرها المرتزقة ستضطر إلى جلب قوات من الخارج ستضطر إلى جلب طيارين إلى جلب فنيين إذن هل سنرى هذه الأسلحة يعاد تصديرها أخرى إلى مواطن الصراع هل سنراها أيضا في وقت من الأوقات تستخدم ضد دول الخليج وضد العالم العربي هذه الأسلحة يجب أن تقلق العالم العربي وتحديدا دول الخليج يعني أكثر من مئة طائرة الآن على أرض قطر أكثر من مئات الدبابات يعني أشتر أربعمائة وسبعين دبابة أو أربعمائة وتسعين دبابة من ألمانيا أين ستجول وتصول هذه الدبابات لا يوجد عمق جغرافي في هذه الدولة لذا يجب أن ينظر أو يلتفت لهذا الموضوع من نواحي أسكرية وستراتيجية مستقبلية أستاذي نعم هناك من يرى أستاذ أحمد أن قطر تحاول الآن ترتيب أوراقها بعد تأثيرات المقاطعة عليها وكل هذه الأمور وتريد أيضا أن تحصل على نوع من الثقة ربما مع روسيا إلى أي مدى برأيك مثل هذه الصفقة تساعد قطر في تحقيق هذه المسائل؟ أبدا أستاذي لا يوجد أي علاقة بتهديد الأمن القومي أو بزرء الثقة مع روسيا بجلب هذه الترسانة الضخمة تعلم كريب أخي الكريب أن ميزانية قطر أو موازنة قطر كانت تعاني من عجز أكثر من 28 مليار دولار إذن مع هذا العجز تأتي هذه الصفقات المليارية لماذا؟ لا يوجد خوف هل المقاطعة بالضرورة أن يتبعها مثلا تهديد عسكري؟ لا يوجد الصفقة التركية التي استدعت 5000 جندي على أرض قطر إذن ما الفائدة منها؟ منظومة الثات 400 التي تغطي أكثر من 200 كيلو إذن إلى أين ستذهب هذه الأسلحة؟ أي قطعة سلاح ستتحرك من دولة قطر هي بالضرورة ستخرج على المجال الجوي والمجال البحري والمجال البري من قطر حتى في التدريب إذا أراد هناك تدريب طائرات إذن لابد من استخدام المجال الجوي السعودي أو البحريني أو الإماراتي إذن كأنك تأتي بقطع حديد وتخزنها على أرض قطر هذا لا يعزز الثقة لا للمواطن القطري ولا أيضا للمواطن الخليجي ولا أيضا حتى الدول التي تبيع مثل هذه الأسلحة أنا متأكد أن روسيا نفسها وأمريكا نفسها تتساعل ضد من هذه الأسلحة؟ ومن أين التهديد؟ هل البحرين ستشكل خطرة؟ تضطر أنها تلتق صاروخ باليستي حتى يقابل بـ 400؟ هذه الحقيقة يعني نحن كعسكريين تثير الضحك مثل هذه الصفقات تمنيت على الشقيقة قطر أن تلتفت إلى حل مشاكلها مع جيرانها أن تعيد حساباتها أستاذ أحمد اسمح لي على المقاطعة هو الأمام الحقيقي لها لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت مواقف دول الجوار دول الخليج تحديدا في حال بالفعل تكدست كل هذه الأسلحة هناك وتبعها كما أشرت ربما خبراء أجانب وكوادر عسكرية أجنبية كيف سيكون رد الفعل؟ باختصار لو سمع أنا حقيقة أنا شخصيا أشعر بالقلق من هذا التكدست للأسلحة ويجب على دول الخليج ويجب على الاستراتيجيين وعلى العسكريين وعلى المخططين أن ينظروا بقلق إلى هذه الأسلحة لماذا؟ لأنها قد تقع في اليد الخطأ وتتجه إلى الجيران والأشقاء أنت تعرف أن 14% من سكان قطر هم القطريين الباقي كلهم من الجنسيات الأخرى باكستانيين أفغانستانيين هنود أفارقة أوروبيين من كولمبيا سيستدعى خبراء وطيارين وربان لهذه المعدات قد تتحرك غدا إلى أذية الشعب القطري وإلى أذية الحكومة القطرية وإلى أذية الجيران لذا يجب أن يشكل هذا التصعيد نوع من القلق عند دول الجوار شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من الرياضة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر